اكتبوا لي في التعليقات والموضوع فاتح للنقاش الرجال ما بيستحملوا حتى الصداع ولا حتى حرارة الاشاي ولا الطبيق لكن السيدات يقول ليكي زمان ايدينهم تتلفى بالحرير لكن اتاري ايدينهم هي يعني زي الحديد بتستحمل السخانة والليلة مع وصفة الكرات دي كرات اللحمة دي بالدمعة المسبكة لازم احنا نناقش الموضوع دي حتى احنا السيدانين بنحب ناكلها بالروز والعيش كمان نغمز بها عندي كيلو من اللحمة المفرومة ونسبة الدهم فيها 15% في الخلاطة ضفت بصلايا كبيرة حمراء ممكن تعملوا البصلة الابيض و3 فص من التوم او 4 كان حجمهم كبير بفرمهم على الناعم وبضيفهم لي اللحمة المفرومة العجالي في الفلاية خضرة صغيرة وحمراء برتقالية وصفرة وبرضو ببشرهم بالناعم وده هنا قال ولدي جاي يساعدني خدت ايدينه وبعدين هرب من الشغل وعشان تكون طرية كرات اللحمة دي عندي العيشة دي حقة البيرجر معها كمشة ايد من الكذبرة الخضرة وكمشة ايد من البقدونس الخضرة وبرضو بفرمهم على الناعم وبالطريقة دي حتكونوا عملتوا احلى كرات لحمة البهرات بسيطة ملحة لزوكم ضفتها ملعة كبيرة ملح ملعة كبيرة فلفل اسود ملعة كبيرة بابريكا وملعة كبيرة من البهارة التركي اسمه بيل بيبر الهوة الفلفل الاحمر الحلو ملعة كبيرة من الزيت زيت زهرة الشمس وبعجينهم مع بعض او بقلبهم مع بعض لحد ما بتكون فيها الانسجادية بس تعمل الملعة حقة الايس كريم عشان ادورهم كرات كلهم يكونوا مساوين وبعد كده بدخلهم التلاجة يتماسكوا عشان عندي هنا الدهن دي اهم حاجة قبل التحمير بس للناس المستعجلين ممكن تعملوها تخلوها نص ساعة في التلاجة بس هي افضل تقعد يعني ساعتين عشان تبرد كده كويس معاكم وهنا الكرات كلها خرصة تشوفوا الكمية كترد في الحلة بضيف ملعة كبيرة من السمنة واحنا ناسمنا يا جماعة من الجيل القديم بنحب السمنة ما بنحب الزيت بسخن السمنة وبرص الكرات حقة اللحمة واحدة واحدة واول ما اللون بتاعه يغير وهم حاجة يعني يتحمر كده حلو من تحت بايدينك او بالملعقة او الشوكة تقلب كرات اللحمة زي اللي كما قلت لكم ايدين الستات معمولة من صفيح بتستحمل اي سخانة ولانها يا ما شافت ما زي الرجال بعد ما بقلب كل الكمية دي واللون احمر من هنا ومن هنا برفع كرات اللحمة واتحمروا كده مظبوط شايفين بيقد كيف الدهن بضيف لهم ملعقة كبيرة من الصلصة لازم اشوح الصلصة كده في السمنة والدهن النزل من اللحمة دي احلى حاجة وبضيف لهم علبة كبيرة من عصير الطماطم ونفس العلبة دي بمليا موية سخنة ما حنكتر الموية عشان عايزين الدمعة مسبكة ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من الفلفل اسود وملعقة صغيرة من البابريكا وكمان ملعقة صغيرة من البهارة التركي بالبابر بقلبهم وبق في العليم الغطى بتاع الحل حد ما تسبك والسمنة دي تطلع تطفح لي فوق ودي احلى كرات لحمة بالدمعة تاكلها بالروز بالشعرية وهم حاجة احنا السودانين من زمان في سودان ما بنجبع كده بالروز لازم بناكلها مع العيشة العيشة الفينو السوداني يا سلام واكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله دي الوصفة دي تعجبكم وتطلع اكسبلور وتوصل العشر مليون عشان ما تقولوا ان احنا ما بنعمل ليكم وصفات طبيق احلى وصفة مع كرات الدمعة واللحمة بالدمعة الله رهيبة